الحل يتوفر اللحم والحليب للجزائريين هي تغرس الأشجار السيراد يستورده عليها نغرس ونجد حل محلي هذا خروق زيتون بري وصدر بل كشتون منشور للأخر هذا كتع الذكاء الإصطناعي قلنا لدينا شرائك في هذه الأشجار هي الخروق والزيتون بري والأكاسيا والصدر قال لك حل مناسب جدا هذا السدر جربناه ثاني مبت أو بدأ ينبز هذا السدر أنا كليت منه كسرت البوذور ورس البوذور وجاء نابتة ثاني هنا أنا واحد من الناس قدر نغرس لك مئة الف نور معلمش حاجة صعيبة والله سهل أخلاص بالنسبة للحكومة تقدر تغرس لك حتى مئة مليون في كل ولاية هذه الأشجار نغرسوهم كما الزيتون بري نغرسوه في الجبال الخروق ثاني ممكن يصلح في الجبال وفي جواني بالطرقات وفي جواني بالطرقات الريفية يصلح هذا نغرسوهم أن نغرسوا مئة مليون شجرة في شمال الجزائق يقول لك قرون تعوى متوفرة كي توفر القرون سيتوفر مع اللحم لأن العلف متوفر يقول لك يصرح المعز في الجبلية كل من الأشجار الجبالية كما الزيتون البري والآكاسيا والسدر السدر من ناحية العلف التحنوه هنا قلبه كعالف الخروق يقول لك تكون مئة شجرة يقول لك يقول لك يترامى يقول لك يروح المربي ناحية عشق ناطر والله يخبيها يرحيها ويخلط المعزة ومنها ينتج الحليب والمعز وتوفر مناصب عمل ممكن تقول له هذا قاعد يحلم ليس شيء صعيب شخص وكشتوني ما نحبش خلاص نجي غير ملعشي للدع هني شهة الألف وحدي لا يوجد حتى لا تقول لك لا تكنولوجيا لا قاعد لا أضع البذرة بخشوية بالماء ويقوم بشجرة وشوف هذا ليس صعيب بالبيدون 20 كان صعوبة ببيدون 20 لا نجيب لها سيترنا ببيدون 20 باطري سعب باطري فاسدا درت لها عملية الإصلاح بجهاز الشحن فاسدا جبتها باطل المدخة الغشائية وطيو هذا ما كان والقوبليات أعمل القوبليات القوبليات تشاري مئة بعشر آلاف مئة بعشر آلاف هذا ما كان ما كان حتى صعوبة الصعوبة صعوبة الصعوبة في دماغ الصعوبة الصعوبة أن الناس لا يمكنك تخدم و لا يمكنك تتبع الأفكار هذا ليس بسيطة لا يمكنك شخص هذا بنفسه يزرع لازم الحكومة توفرهم أماكن مخصصة في مناطق السهبية وتمدها الشباب الشباب مخدامي وتمدها الشباب وهما الذين يعتني ويغرسوا هذه المناطق المتطوع لا يمكنك تعول عليه أنه يدل لك يدل لك مالية كما نقول لا يمكنك يدل لك مشروع واسع المشروعة الواسعة لازم تكون تكون من حكومات هي اللي تقرروا وتمد المشاريع وتكون ويتباحا متعاهدين تمد هالمتعاهدين مثلا مقاولين هما اللي يغرسوا ويسيروا ونحنا اقترحنا الشباب الشباب هاو قاعد بيقاف فرصة بيخدم أنا هدي هواية 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 شتلة الألف كما قلنا كما قلنا هذا الاصطناعي يعطينا بعض الأشجار بعض الأشجار ما تصلحش الجزائر وحاذاري تجيبوها وخاصة هذا المسكيت المسكيت ممنوع من عمبتن وهو تكون واحد الشجر يشبه للأكاسيا وفي الشوك هو صح مفيد للغضية يمد النيتروجين ومفيد للحيوانات البروتين عالي بس صح خطير جدا لأنه نبات غازي وراح يقضع النباتات المحلية وما ممنوع من عمبتن وكين هذو كل الشتهم ثاني كين لي ما يصلحش كما هذا كل نباتات العشبية جنوب إفريقيا وشقة قارة إفريقيا ثاني لا يصلحش لأنها نباتات غازية نحن نستعمل الأشجار المحلية قلنا الصدر الزيتون البري البطن كين أشجار كين الحلفة هي أحسن مناتق يزعوا فيها هي جنوب السهوب وشمال الصحراء لأن المناتق وسع تصل إلى حوالي 65 مليون هكتار 8 مليون هكتار تديرها نباتات متحملة الجفاف وعندها وعندها ميزة ميزات مثلا تكون على الحيوانة ستوفر منها اللحم ومناصب عمل وتثبت السكان متمنى مهم تبع هذا تديره كيفنا ترجمة نانسي قنقر